اشتركوا في القناة 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 هذا كشو معناها تمثل ذهني ومتخيل العلم يتخيل وقدرة العلم وقت اللي يتخيل ويفترض اللي يتخيله الكل قادر باش يحقه الوحيد اللي ينجم يحقق هو العلم العلمي نجم ينجز اللي يفكر فيه ويفترضه اي اما كي ينجز هذا يعني اشنوه يقعوا اعادة انتاج ما وقع تمثله ويتشكلوه ضمن نسق بنائي عليه نسق بنائي نسق بنائي خطر العلم سيتمثلوه يعمل خلطة باهية هالخلطة هذه فيها مجموعة من العناصر هالخلطة الباهية فيها عناصر تترابط فيه ما بينها يبنيها هو بشرط قلنا يكون قابل للتحقق والانجاز اذا النموذر شنوه هو تمثل ذهني ذهني معناها العقل هو اللي مشي ينجز هو المشي يتخيل يتخيل بشكل افتراضي ويقع اعادة انتاجه يحاول انه ينجز يحاول مشروع منتج ويتشكل ضمنه نسق نسق هذا هو نسق بنائي ويكون قابلا للتحقق والانجاز كما شنوه يمكن للنموذج ان يتحقق في شكل رسوم اكا الاحصائيات والرسوم اللي نعملوها اتنجب تكون نموذج اكا التخطيطات اللي نعملوها اتنجب تكون نموذج اكا البيانات اللي نعملوها هذيك نموذج الصور المجردة نموذج التصميمات هي نموذج المجسمات الخرايط الكورة الارضية الاقلوبالة ذلك بتاعه استاذ التاريخ والجغرافيا هذيك مجسمات هالمجسمات هذي تنجب تكون في شكل خرايط ولا كما في الفيزيك في شكل موليكول هذا شنوه معناها نموذج ثم الكلمات حشتنا بيهم ونشدهم ها هم الكلمات اللي حشتنا بيهم ونشدهم الكلمة الأولى ذهن الكلمة الثانية متخيل ذهن متخيل إعادة وإنتاجه نسق بنائي قابل للتحقق والإنجاز يعني كنحب نعاود عندي قداه عندي خمسة ستة كلمات نجم نشدهم ذهني متخيل إعادة وإنتاجه نسق بنائي قابل للتحقق والإنشاد عاودهم ستة مرات تتلقى روح أحفظتهم شو معناه معناها النموذج هو تمثل هالتمثل هذا نتخيله نفترضه نفترضه ذهنيا يعمل الذهن على إعادة وتحقيق إنجاز ما تمثله يتم هذا في شكل نسق هذا النسق هذا النسق يقع إنشاؤه وتأسيسه بشكل حقيقي ويكون قابلا للتحقق والإنجاز يتم النموذج في شكل يتم النموذج في شكل مخططات أو تخطيطات في شكل بيانات في شكل صور في شكل صور هذه الصور قابلة لأتحقق وقابلة لأن تكون مفهوم عنا من بعد ثلاثة أبعاد البعد الأولاني اسمه البعد التركيبي البعد الأولاني اسمه البعد التركيبي ونسأله عليه السؤال هذا مما يتكون النموذج البعد التركيبي نسأله عليه مما يتكون النموذج البعد الثاني اسمه البعد الدلالي ما علاقة النموذج بالواقع البعد الثاني لما يصلح النموذج البعد الثالث لما يصلح النموذج إما لا مش Jewالي عندي ثلاث أبعاد البعد الأولاني هو هذا البعد الثاني هو هذا والبعد الثالث هو هذا بعد بعد تركيبي نسأل عنه مما يتكون النموذج بعد دلالية مع علاقة النموذج بالواقع بعد تداولية لما يصلح النموذج إيجا نبدأ بالبعد التركيبي ماذا نقصد بالبعد التركيبي ما قلنا النموذج يتكون من شنوه مجموعة من العناصر مجموعة من العناصر مجموعة من القواعد مجموعة من العناصر القواعد الرموز الشفارات العلاقات والأنساق مدام نحكيه على حاجة مش تتكون دونك ثم عناصر وعلامات رمزية يقع تكوينها هل علامات والرموز هذه تم إنشاءها في شكل ماذا في شكل أنساق هذاك عليش بشي جيهوني نحطوا أنه البنية هي نسق تقولي شو معناها نسق النسق هي مجموعة من عناصر التي تترابط فيما بينها لتكون نظاما من العلاقات معناه عندي موتور متاع كرهبة فيه مجموعة من العناصر هالعناصر هذي يترابطوا فيما بينهم ما نجيبش نفهم عنصر من العناصر هذيك إلا إذا كان جمعت العناصر هذيك الكل مع بعضها عندي مباعد الصورنة شو معناها الصورنة؟ الصورنة معناها رهي هذيك الصورة الذهنية المجردة أي حاجة تتخيلها في ذهني تنتج لها صورة عقلية هكا الصورة العقلية كي تقولي أنت ثم غول هالغول هذا موجود؟ لا إما لأنت كيفاش شو اللي جاء واختي أنا قلت غول جات في ذهنك فكرة عقلية لكائن ولا لحيوان ضخم الجسدى ومتوح هذيك اسمها صورة مجردة الصورة المجردة هذي رهي موجودة حتى في العلم ريت آ زيرو موانزا هذيك رهي صور يفهم إصنحها العقل ويفهمها العقل ما هو العناصر الأخرى اللي يتكون منها البعد التركيبي الأكسمة ما هو معناها الأكسمة؟ معناها ما هو افتراضي أخي مش أستاذ الماط يقول لنا سواديزون إكس تقالى آ إكس تقالى آ من يجيبه؟ لو كان جي أنت تقول أستاذ الماط استنى استنى ميسيو مش لازم من يجيبتها أنت إكس موانزا يقول لي ما أنا نفترض له يقول له لا أنا ما نفترضش ينجم أستاذ الماط يكمل ما ينجبش يكمل هذا يعني ماذا؟ أستاذ الماط يفترض حاجة ويبني عليه هكا اللي يفترض ويبني عليه نسميه أكسمة ما ولا ما هو افتراضي دونك شد عندك راهو المقصود بالأكسيومي أكسيوماتي كونسي برونانز أكسمة ولا أكسيومي راهو ما هو افتراضي عنا من بعض الطرييز جاي منها جاي من كلمة بالفرانسي اسمها الماتيماتيزاسيون الماتيماتيزاسيون شو المقصود به معناها استعمال الرياضيات كلغة رمزية استعمال الرياضيات كلغة رمزية وكمية الرياضيات أشتعمل عندها lx وعندها y وعندها z وعندها l- النماذج هي النماذج هو ما يقع بنائه في شكل علامات رمزية هكا العلامات والرموز نستعمل فيها في الرياضيات هذه اسمها لغة رياضية وكمية والنماذج النجم ونصغوها في شكل معادلات رياضية نعطيك مثال بسيط القانون الثاني لفيزياء ريوتن ذاكا فيكتور دو بي او لا فيكتور دو بي ايتي قال ام فوا في فيكتور دو بي شنوه فيكتور دو بي شنوه ليست في الحقيقة إلا علامة هو سهم تاع فيكتور هذيك هذيك علام في شنوه علامة ام شنوه علامة وإلا رمز وفوا هذيك ليست إلا علامة إما البعد التركيبي يتكون نعاودها بسرعة عناصر قواعد ورموز وشفارات وعلاقات وأنساق وتتحقق في شكل أنساق الأنساق هذه أنساق سوريا تبنى في شكل أكسيومي افتراضي استنادا إلى مجموعة من العلامات الرمزية والقواعد الكمية مثل ما هو شأن في المعادلات الرياضية هذا البعد التركي بيه واضح بدأت تتوضح بيه البعد الدلالي أحنا قلنا شنوه أنه أنه النماذج لا تنطلق من الواقع وإنما تبني واقع افتراض ما للواقع الذي يقع الاشتغال وعليه في النماذج هو واقع بنائي واقع استناعي واقع خيالي واقع افتراض مش ينتج على تغير في الموضوع العلمي هذا مجموعة من التبعات مجموعة من نتائج ما لأول انتيجة هي شنية المنهج يتبدأ ما عادش النمذجة تخدم على بالمنهج التجريبي مش تولي النمذجة تخدم بالمنهج الرياضي الاختزالي تقول لي شو معناها اختزالي نقول لك اختزالي معناها يحتفظ بجموعة قليلة من القواعد هاكا المجموعة القليلة من القواعد نسميوها في النمذجة استراتيجة الاهمة ما للمنهج الذي يعتمده علم النمذجة هو المنهج الاختزال والاكسيوم ايه كيفاش قائم اخي توانا كي نبدأ نخدم في اكزارسيس متعمار مش نبدأ نخدم فيه بتيورام معينة به شكون قائل انو التيورام نخدم به هنا هو صحيح تقول لي ما نفهم ما لا انك تجمع انك تربط بين الإكزارسيس وللدونية متع الإكزارسيس اللي عندك وبين التيورام المشتخدم به القاعدة المشتخدم بها هذا ما ينجم يكون الا من خلال الفهم واذا كان انت يفهم بالغالط مش تستعمل التايورام هذاك بالغالط اذا كان استعملت التايورام هذا بالغالط ينتج عليه الامر ماله شنوه انك انت مش كفاه ماله النمذجة تعتمد على شنوه على الفهم والتأويل باستعمال المنهج الرياضي حاجة أخرى في النمذجة ذات المنمذج معناها العالم لصفان اللي مش يتخيل سميناه منمذج ما مش يتخيل لي حاجة هو ومش يعمل على تحقيق وهو يتخيل فيها منين جاب جابها من عنده هو ما لهذاك سميناه تدخل ذات المنمذج في الموضوع وهو يتخيل فيها أكيد مش يحط الميولات متاعه ومش يحط الضوء متاعه ومش يحط الانتباعات متاعه ما لهذاك سميناه تدخل ذات المنمذج وميولاتها هذا التدخل هو الذاتي انبعد المنمذجة الشعمة تتبنى على مبدأ المبدأ هذا الملائمة معناها كل نموذج يتحقق داخل نصق وكل نصق له ما يتلائم معه من قواعد ولا من عناصر وكي يتغير النصق هذك تتغير الملائمة ينغير العناصر بحسب النصق نعودها الفكرة دقيقة شوي ما هو هذا ما عنديش نموذج קاندي نماذج وما عنديش نصق عندي أنسار هاكا الأنساق هذي كي يسميوها في النمجة Paradigmic الparadigm هو شنو يجيو مجموعة من العلماء يتفقوا على حاجة هاكا المش يتفقوا عليه يخدموا به المجموعة هذي تتفق على حاجة مجموعة أخرى تتفق على حاجة أخرى كل مجموعة تأسس بارadigm خاص به تأسس نصق علمي خاص به وكل نصق عنده ما يتلائم من عناصر معه هذا شو معناها باراديجم وهذا شو معناها ملائمة إذن الحقيقة ما لا تابعش كون مرة قلنا رو ثم باراديجمات وقلنا رو ثم أنساق ما لاش تولي تولي عن كل حقيقة لها نصق والذي يخصها وتولي الحقيقة النسبية واحتمالية أي أخي النمزة العلمية النجم تأسس النفس عقلانية ما بيأسوين نجم تأسس النفس عقلانية أما العقلانية المشتأسسة هي عقلانية منفتحة عقلانية مفتوحة عقلانية مارنة هي عقلانية منفتحة ومفتوحة ومارنة على شنو هي عقلانية مفتوحة ومارنة على خاطر كل نصق علمي كل نموذج يتم مراجعته وحين يتم مراجعته يمكن استبداله معناها العلم يغير من نفسه بحسب ما يقع اكتشافه من قلة نجاعة فيها فيتم إضفاء هذه النجاعة على نموذج هدي ما لا نحيو نموذج الأقديم ونبدله بنموذج وإلا نزيدوا على نموذج الأقديم بعض الأشياء ونبدله النموذج ثم نموذج نهائي ما ثماش نموذج نهائي ثم برشة نماذج والعلم يرجع ديما في النموذج متاعه بش ينجم يكون ينجم يكون في كل مرة يحين النموذج متاعه بش يكون فيفونت أكثر فيطال أكثر ومارنة أكثر وتستجيب لواقع المشكلات التي يعيشها في الأخير بكل لدينا بعض الثالث اسمه البعد التداولي شو معناها البعد التداولي؟ إذا كان البعد التركيبي اسألنا النموذج من الشي تكون البعد الدلالي شو علاقة النموذج بالواقع؟ فالبعد التداولي يهتموا بهذا السؤال هالنموذج هذا شو نعملوا به؟ النموذج هاو شو نعملوا به؟ النموذج نبسطوا به حاجة معقدة؟ نبسطه حاجة تظهر بعيدة وما نجموش نفهموها نفهموها وحاجة وحاجة مش واضحة نوضحوها وحاجة ما كانتش قابلة للفهم نفهموها ما لا كل نموذج الشي يعمل نعودوها يبسط يقرب يوضح يفهم يبسط يوضح يقرب ويفهم وتع تمد على شنون؟ أكلي سميناها قبيلة استراتيجية الإهمان شو معناها استراتيجية الإهمان؟ معناها الركز على عناصر الكبار اللي يساعدونا والعناصر الصغرى لكل نحيوها سهلة استراتيجية الإهمان هو منهج اغتزالي قام على السامبليفيكاسيون هالمنهج الاغتزالي هذا يقوم على شنون؟ يقوم على حاجة واحدة ركزه على العناصر والخصائص الكبيرة والخصائص الجزئية العناصر الجزئية نحيوه ثم نموذج ولا نماذج؟ ثم نموذج ولا نماذج؟ ثم نماذج عليها ثم نماذج؟ عليها ثم نماذج ليس نماذج؟ خطر كل نموذج إذا كان في قد النجاعة والفعيلية متاعه ما عاد الصالح للاستعمال هذا كعليش؟ النماذج تقاص بالصلاحية والنجاعة امتاح إذا كان ما عادش عنا نموذج صالح للاستعمال فقد صلاحيته أشنواليو؟ انبدلوا ملا استبدال النموذج بحسب نجاعته وفاعليته وجدوه أي هالنموذج هك ما قد ليش نعملو فيه؟ ماري قد قبلها لنا نبسط ونقرب أي وش نعملو به آخر؟ ها وش نعمل؟ نحلو به المشكلات اللي مش تعرض للإنسان وعرضنا في الواقع الإنساني وبطريقة هذه النموذج نتحكم به في الواقع إما للنمذجة النجم نقول عليها قدرة على التحكم؟ نعم النجم نقول عن النمذجة قدرة على التحكم وبطريقة هذه نلاحظوا أن العلم تغير ما عادش العلم يطلب في المعرفة من أجل المعرفة إما للعلم ولا يطلب في المعرفة من أجل التحكم سجل عندك أن العلم يطلب في المعرفة من أجل شنية؟ العلم يطلب في المعرفة من أجل شنية؟ واضح يبدو لي هذه مجموعة من الإنجازات حققتها النمجة وخلتنا نفهمها الواقع ونسيطر على الواقع نحلو الكثير من المشكلات التي تعترض العلم ولا تعترض الإنسان به لكن أخي هكذا ما حكيت لي كان على الحويج به هذا يتسمى إنجاز حق العلم صحيح هذا يتسمى إنجاز حق العلم ولكن هل إنجاز هذا لا يخلو من نقائص لا يخلو من تعثورات شي سميهم النقائص و adesso تعثورات مش سسميهم حدود الإبستيمولوجية على خطر مش يكون عندنا نوعين من الحدود مش يكون عندي حدود إبستيمولوجية وحدود فلسفية مش تقراوها في القسم حدود فلسفية شو معناها حدود إبستيمولوجية وشو معناها حدود إيتيقية الحدود الفلسفية نقصده بها حدود تقية وهي نقصده بها نقد العلم من جهة ما هو علم هذه كالولا لو كان العلماء ينقدوا العلم علم النمذجة أش بش يقولوا عليه هذا كعليش إذا كان ثم نقد للعلم إبسيمولوجيا مش يكون هو نقد لأسس العلم والنظريات تمتعه والثواب تمتعه والأدوات تمتعه أما ثم نوع آخر زاد من نقد النقد هذا هو شميه نقد علمي نقد العلم من جهة ما هو إنساني وأخلاق أخينا ماذا مش نستعملوها أثرت في الواقع الإنساني أثرت على الإنسان أثرت على الأخلاق والقيام الإنسانية ما بيان سير هي أثرت خطر احنا مش نمفصلين على ما يقع في العلم العلم ما هوش اشتغال في الورشات والمخابر بارك ما ينتج العلم يتوجه به إلى الإنسان وبإمكان أن يغير من القيام الإنساني ما لقدش عمنا من حدود قلنا عنا زوزا نوعا متاح حدود حدود بالسيمولوجية وحدود فلسفية الحدود الفلسفية لها منهج لها توجه إيتيقي إنساني قيمي أخلاقي ولو عنا زوز لو كنا ناخد شوية أمث لترى أنواع متاح حدود بالسيمولوجية وعطينا أنواع أخرى متاح حدود إيتيقية وفلسفية الحدود بالسيمولوجية تجب تكون بهذا الشكل النموذج يمثل بعض الواقع وليس كل الواقع مش قلنا راهو النماذج تفترض الواقع إي إحنا عنا واقع واحد لكن النماذج كل نموذج يصنع واقع ما لا أشوال له هذا ياخو جزء من الواقع ويعتبر أنه هذا هو الواقع بعدنا ولا قربنا على الواقع لا لا ميسيو بعدنا آه ما لا هو يحب يقربنا أما بعدنا يظهر لي هذا حد هذا نقد نجم ونقده به النمزة آه يشوف لنا حد داخل النموذج مش قلنا راهونا نبدلوه ولا نخليوه لا لا قلنا نبدلوه باعتبارنا نحن مش نبدلوه النموذج ما زماش نموذج دائم ما زماش نموذج قاعد ديما اكتالفزة متاعكم هاوك عندك فالتالفزة مستكرشة اكتالفزة المستكسفة هاوكم طايش ها طايشين ها انتوما في ركن من أركان البي بعيدا هنا ب تستعنوا فيها لا ما عايش تستعنوا عليها خطر أنت عندك واحدة بلازماليت شربوكم مليون ونص واضح؟ اما لا استبدال النماذج يخلينا ناثقوا في العلم تيهوا كل مرة العلم طلع لي بطلع مرة يصنع لي هذا اوه نعجب به نمشي نشري نجريه نمشي نجري فيه ساعة ناخذ لي طلعوا العلم بعد مدة يزيد طلع علي واحد آخر نلوح اللي نشرت ونبدأ ما لا هذا خلاني نفد من العلم وخلاني ما عادش ناثق في العلم وحتى الحقيقة العلمية ولا ما عادش عندها قيمة على خطر كل واحد من العلماء كنا سق علمي قبيلة قلنا كل براديقم علمي يصنع في حقيقة خاصة بما لا لاستبدال النماذجي يضر العلم أكثر من اللي ينفعه وهذا يخلي الناس معاش تاثق في العلم الحاجة الأخرى مش قلنا رأوا العلم يستعمل في استراتيجية الإهمال والاختزال قل باعتباره يستعمل في الاختزال المال المعرفة اللي مش يأسسها مش ولا معرفة سطحية مش قلنا زاد العلم يبسط أي هالتبسيط والإفراط في التبسيط يؤدي إلى ماذا يؤدي إلى تفقيل الواقع انتي شنت حاجة نحي منها العناصر نحي منها مجمع العناصر وخلي ثلاثة أقول أربعة عناصر مش مش يقعد ما يقعد حتى شيء براتيكم ما لا هذا تفقيل الواقع وتشويهه وإلا تبسيط الواقع وتوضيح يظهر لي مسيح صحيح يفقر الواقع ويشوه ما لا النمذجة تدعي أنها تبسط الواقع وهي في الحقيقة تفقر في الواقع وتشوه نعاود بايا ومش نعاود لك النمذجة ما يقلتنا رانبسطو في الواقع واختي نبحث بالباهي في مستوى الحدود في مستوى النقد كنحبو ننقدوه كنحبو نكلاشيوه كنحبو نكلاشيو النمذجة أشي يولي تولي التبسيط الذي يدعيه العلم ليس في الحقيقة إلا تفقير للواقع وتشويه في الأخر بكل أخي العلم يحل في مشكلاته يظهر لي العلم ما هوش يحل في مشكلات علىه لأنه ولا يصنع لي في مشكلات أكثر من اللي يحل في مشكلات في معنى شنو أنه العلم في بقعة مش ينتج لي حلول للمشاكل أش ولا ولا يصنع لي في مشكلات ومعنى يوجد لي حله ما لا علم هذا يحصل نمشي وتراهل الحدود الإيتيقية ونشوف استعمال النماذج وعلاقتها بالإنسان أدت إلى ماذا اكتشفنا ولا نكتشف أنه العلم ما عادش يكتفيه بأن يكون علم ما لاش ولا يحب ولا يحب يكون سلطة العلم عنده بعد سلطوي هكا البعد السلطوي نسميه البعد سيبرنيتيقي جاي من كلمة بالفرنسي اسمها سيبرنيتيك قمروا هالي يا جمعها بالله قمروا هالي سيبرنيتيك عودها بالله هاي أنت عود سيبرنيتيقي جاي بالفرنسي سيبرنيتيك سيبرنيتيك معناها علم التحكم معناها العلم يبحثوا على أن يتحكم يتحكم في شكون يتحكم في الإنسان يتحكم في شكون يتحكم في الواقع الإنساني يتحكم في القيم ويوجه القيم والأخلاق الإنشغال العلم أصبح يهتم هذا العلم بماذا؟ بما هو نفعي وهو يهتم بالنفعي تقول لي من يجب تكلمة النفعي مش العلم قلنا قبيلا راه ما يحافظ على النموذج الذي كان هو ناجع ناجع ما معناها؟ معناها نافع العلم مش قلته ولد شنية النفعي أصبح العلم يبحث عن ما هو نفعي الحاجة المتنفعش العلم ينحيه ما يخدمش عليه والقيم والأخلاق لا شأن له بالقيم ولا شأن له بالأخلاق بالعكس يشوف القيم والأخلاق عائق أمام تقدم العلم ثم حاجة أخرى هي شنية شيوع المسئولية المعممة شيوع اللامسئولية المعممة معناها العالم والعلم لم يعد يريد أن يكون لا يريد أن يكون مسؤولاً أمام البشرية ولا مسؤولاً على البشر وإنما مشكلته الأساسية كيف يربح كيف يستنفع كيف يستفيد والهاجس امتاعه ولا هاجس هاجس نفعي بالأساس ولا يريد أن يتحمل مسؤولية البشر ما عادش عنده مهمة ورسالة إنسانية قيمية باقي في وسط هذا الكل أخي هو ينجلنا العلم في حلول مش صحيح الحلول اللي ينتجها العلم من خلال النمذجة هي وصفات جاهزة يتم إنشاؤها من قبل وصفات جاهزة ومؤقتة لمشكلات دائمة شوف أنت المشكلات الدائمة اللي عنا محلهاش نعطيك مشكل بسيط أخي مش تمام مرض السرطان أي العلم نجم يوجد دوال مرض السرطان ما نجمش ما لشنوه لنجم هو ما نجمش ولا ما يحبش مفرق ما حبش وجد دواء وإلا ما لقاش دواء هو ما حبش وجد دواء أعلى خطر كيوجد دواء للسرطان ما يساعدوش لأنه ما عادش يربح هو يربح من دواء اللي يبيع فيه أكثر من اللي مش يربح من دواء لو كان يوجد دواء للمرض ما لا هذا كعليش يساعدو أنه مرض السرطان يقعد عفانا وعفاكم الله جميعا يقعد مرض السرطان عليه يساعدوش معها من غادي تصرف على مرضها وهو يستنفع من مرض الآخرين ما لا هالعلم هذا شي يحب يحب يستفيد من البشر يبتز البشر هذه ما هي إلا حدود أخلاقية يبدو لي البعض مننا فهم إذا كان مش لكلنا يفهم اللي منجمش يفهم تعود يسمع مرة أخرى أكيد مش يفهم هذا ما كان مني وخبر الآخرين عننا هذا ما كان مننا وخبر الآخرين عننا سنلتقي سنلتقي في كل مسائل البرنامج مع دقائق فلسفة يعطيكم الصحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر